موسيقى مساء الخير حلقة جديدة من طبعة المشاهد والعديد من الملفات الصحفية والبداية للعنوية موسيقى بالأرقام والإحصائيات وزارة الداخلية تحقق نتائج إيجابية في مستوى الأداء الأمني وتسجل انخفاض الجرائم في أقل من عام موسيقى وزارة النقل ترصد انخفاضا نسبيا في عدد الحوادث التي شهدتها طرقات المملكة موسيقى وزير الإسكان يكشف عن اتفاقيات محلية ودولية لتوفير وحدات زكانية بمختلف المناطق بأسعار مناسبة موسيقى 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 نبدأ للملفات الصحفية مع نجاحات عديدة ونتائج إيجابية مختلفة قدمتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية عكست جهود رجال الأمن والمهنية العالية بما يتوافق مع حرص القيادة الرشيدة على أمن المواطنين والمقيمين وهو ما دفع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لإرسال برقية شكر للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بشأن هذه النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بالوزارة وبحسب ما تبين الأرقام الشهدت وزارة الداخلية بعد شهور قليلة من إعادة الهيكلة آداء متميز حيث تبين هذه الأرقام والمقارنات والإحصائيات المؤشرات الأمنية التي يتضح من خلالها العمل المؤسسي الذي انتهجته وزارة الداخلية وفق مؤشرات قياس الأداء التي تلتزم بها الوزارة أمام الحكومة وفق رؤية 2030 وللحديث بشكل أوسع حول هذا الملف وبقية الملفات أرحب بضيفي هنا في الستوديو الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود دكتور مسي الخير وحياك الله يا حلو سهل أمسك بالخير وأمسي على المشاهدين الكرام أيضا ينضم إلينا من تبوك الأستاذ ناعم الشهري مدير تحرير صحيفة المدينة أستاذ ناعم مساء الخير وحياك الله حال ما يجهز طبعا الأستاذ ناعم سيعود إلينا بكل التأكيد خليني أبدأ في أولى الأسئلة حول هذا الحادث المهم دكتور لكل الصحف تناولته بشكل مبرز بشكل كبير على الصفحة الأولى والحديث عن النجحات الكبيرة والانخفاضات على مستوى الجرائم وأيضا على مستوى الأداء بشكل عام بالنسبة لوزارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا حدث مفرح وحدث يهترج الصدر ويسعد كل مواطن ومقيم في المنوكة العربية الشعودية وليس بغرابة أن يتبوأ هذا الحدث العناوين الرئيسية في كل الصحف وبهذه المناسبة اسمح لأخي عبدالله وليسمح للمشاهد الكريم أن أرفع العقال لرجال الأمن يستهلون بيضل وجهة وعلى رأسهم صاحب السمو والملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على هذه الإنجازات حقيقة التي تتلج الصدور لأن الأمن مطلب والأمن شيء أساسي لا يمكن الإنسان أن يعيش بأمن إذا لم يكن هناك أمن مستتب فلا شك أنه جهود وزارة الداخلية تتنامى يوم بعد يوم ولا شك أنه تنمية الكوادر الأمنية المؤهلة ولا شك أنه استخدام أيضا التقنيات الحديثة في المجال الأمني كل هذه الأمور أيضا وتأهيل وتطوير رجال الأمن كل هذه الأمور ساهمت وساعدت حقيقة إلى هذا الإنجاز الكبير وكل يوم عن يوم نجد إنجاز آخر لرجال الأمن ونجد إنجاز آخر لقطاعات الداخلية ولا شك أنه هذا يؤكد على أنه لدينا يعني وزارة الداخلية ورجال الأمن على مستوى الأداء وعلى مستوى المسؤولية ونحن نشعر حقيقة بالارتياح والأطمئنان لوجود هذا القطاع الأمني المتميز برجاله والمتميز بجهوده وخططها الأمنية نعم من جديد طبعا نرحب بالأستاذ نعم الشهري مدير تحرير صحيفة المدينة ينضم إلينا من تبوك أستاذ نعم يعني كما استمعت لحديث الدكتور تركي العيار وأيضا هذه المادة المهمة جدا والنجاح في مستوى الأداء بالنسبة لوزارة الداخلية كيف ترى تناول الصحف لهذه المادة خصوصا نجتملت على عدد من الجوانب نتحدث عن عدد من الأرقام أيضا تفصيل في نوعية الجرائم وماهيتها وأيضا الطرق التي أدت لانخفاضها في هذه المرحلة الله حيك سيد عبدالله الله حيك سيد عبدالله طبعا المادة بحد ذات انخفاض معدل الجريمة يعتبر هم مجتمعي كبير لابد أن نقف في احترام الأمامه أمام مزارة الداخلية وما تقدم من هذا العمل لو لاحظنا الإحصائية التي قدمت اشتغلت على محورين المحور الأول اللي هو انخفاض جرائم القتل والعرض والسلق والسطو المسلح وهي جرائم مجتمعية أو جرائم تخص المواطن مباشرة وهذا إنجاز كبير لرجال الأمن النقطة الأخرى اللي نركز فيها في انخفاض معدل الجريمة اللي هو التوجه وزارة الداخلية بعد الهيكلة الجديدة لها وخلال الفترة الماضية حاولت أن توجه اتجاهها من خلال عمل ممنهج وعمل مؤسسي في قطاعات معينة نحن نعلم كم الكمل هاي اللي كانت قطاعات وزارة الداخلية سابقا وبعد الهيكلة كيف اختصرت في عدد من الجهات أصبح العمل مركز وأصبح العمل واضح وعمل منتج وعمل لغة أرقام إذا كان فيك كلمة من هنا لابد نقدم الشكر لجميع القائمين على وزارة الداخلية بذلك من سمو وزير الداخلية الأمير عبد العزيز ونهاية بأفراد ومنسوب وزارة الداخلية من الضباط وأفراد في الميدان في جميع القطاعات تسوى من الدولية الأمنية أو الشرط أو الأجهزة الأخرى التي تقوم من خلال العملية الداخلية جيد لغة الأرقام كانت واضحة وموجودة في الخبر والمشهد يؤكد أن هناك عمل ميداني عمل كبير كذلك تضمن لغة الأرقام الموجودة فيها وضوح حمام المجتمع نعم بالأحصى وبالأرقام الموجودة فيها جيد دكتور هذه المنهجية خصوصا إذا تحدثنا عن مكاشفة وأرقام واستراتيجيات لعمل هذه الوزارة أيضا في المقابل تقدير وشكر من خادم الحرمين ومن ولي العهد لوزير الداخلية ولكافة المنسوبين أيضا كيف تقرأ هذا المشهد الاحترافي المؤسسي الذي يتوافق مع رؤية عشرين ثلاثين تفضل طبعا دائما وزارة الداخلية دائما تطور من نهجها وتطور من أدواتها وتطور من كل الأساليب التي تتواكب مع المتغيرات ومع المستجدات التقنية وهذا في حد ذاته يساهم ويساعد في أداء العمل على أكمل وجه أيضا لدينا رجال أمن يعني الإخلاص والتفاني في العمل هذا يعطي دافعية وحافز إلى أن يكون الأداء على مستوى كبير جدا أيضا لننسى أنه إعادة التأهيل الدورات التدريبية الجوانب الأخرى التثقيفية التي لا شك أنها مهمة جدا لكي يواكب رجل الأمن المتغيرات في مجالات أمنية عديدة ولا شك الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لوزارة الداخلية دعما كبيرا جدا ساهم هذا الدعم في أن تواكب الوزارة وتطور من أدائها وأن تنمي من كوادرها البشرية وأن أيضا تلاحق الركب في مجال التطورات الأمنية بالذاتة الآليات والإجراءات والتقنيات في هذا الجانب فلذلك ليس بمستغرب أنا لا أستغرب أبدا أن أرى إنجازات أمنية تتوالى يوم بعد يوم فالشواهد تدل على أنه من وقته آخر يأتي إنجاز أمني يعني نفتخر فيه ويجعلنا نثق بالأجهزة الأمنية يعني نحن الآن نزداد ثقة بالجهاز الأمني كل إنجاز يجعلنا نزداد ثقة أكثر وأكثر حول هذه النقطة تحديدا دكتور نتعرف عليها أكثر من خلال ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور ناصر العريفي الباحث في علم النفس الجنائي دكتور مسل خير وحياك الله مساء النور عليك وعلى الأخوة المشاركين معك طبعا والمستمعين الكرام الله يحييك في البداية خلينا أسألك عن هذا المشهد الأمني الرائع والمثالي من خلال هذه الأرقام وقياس الأداء أيضا صحف اليوم تناولت هذا الشكر من قبل الملك وولي العهد لوزير الداخلية وأيضا من سبي هذا القطاع كيف يمكن أن ينعكس هذا المشهد بشكل عام في خدمة القطاع الأمني وأيضا تقليل معدلة الجريموس أسألك حتى على الانطباع النفسي جراء مثل هذه الإنجازات وهذه الأخبار تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أود الصراحة أن أبارك للشعب السعودي أبارك للقيادة في هذه الإنجازات الأمنية التي الحقيقة توصل إليها الرجال الأمن وبتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود طبعا في توجيهات المستمرة وفي أيضا دعمها المستمر في القطاعات الأمنية بالواقع المجتمعات يا أخي الكريم لا تستطيع أن تعيش بدون أمن والأمن أهم شيء في مجتمعاتنا ونحن في المجتمع السعودي والله الحمد إذا ما قارننا أنفسنا في المجتمعات الأقرى فنحن في مأمن والله الحمد وفي مجال أمني جيد وأكبر دليل على ذلك أن دائما رجال الأمن والله الحمد يقومون بأعمالهم المتواصلة الاستباقية وأيضا يقومون في أعمال التركيز على التقليل بقدر الإمكان من الجرائم وأكبر دليل على ذلك النتائج التي جاءت في هذا العام وهي تقل على النتائج التي كانت فيها العام الماضي وهذا دليل على إمكانيات رجال الأمن كما أود أن أشير إلى أن الدعم المتواصل من سموه سيدي وقير الداخلية في تطوير رجالات الأمن في المملكة العربية السعودية وتزويدهم أيضا بالمعدات وتزويدهم بكل الإمكانات المادية وغيرها هذا أيضا له انعكاس الحقيقة أو سبب انعكاس إيجابي على رجال الأمن التواجد الأمني في جميع المدن السعودية والمحافظات الحقيقة والانتشار الأمني الموجود الآن على مستوى المملكة العربية السعودية الحقيقة له انعكاس أمني قوي جدا وهذا من الدلائلة التي أدت إلى تقديم نسبة الجريمة كما أنني أود أن أقول أن طبعا أيضا توحيد مركز السيطرة والتحكم في رقمه 9-1-1 طبعا هذا ساعد كثيرا على سرعة الاتصال وسرعة التواصل بين الرجل الأمن والمواطن الحقيقة للتبريغ عن أي جرائم أو أي جناح تحدث في المجتمع السعودي نعم نعم جيد الدعم المباشر المستمر والمستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولية عادي الأمين حقيقة هذا بالأكس يصبح معلويات طبعا جميع المنسوبة وزاوة الداخلية كما أن الانحفاس النفسي على المجتمع طبعا بطبيعة الحال الأمن مسألة بسيطة الحقيقة نعلم الجميع يعلم أن المواطن إذا ما كان في من فلن يستطيع حتى القيام حتى بعباداته فلذلك تجد أن الحمد نحن الآن في المجتمع السعودي نعيش في مجتمع آمن وهذا ينعكس نفسيا على المواطن ينعكس اقتصاديا على المواطن ينعكس اجتماعيا عن المواطن وأكبر دليل على ذلك أن النسب التي شاهدناها طبعا في التقرير أن هذه النسب الحقيقة هي انخفاض في نسب الجريمة كما أن لا نتحدث فقط عن نسب انخفاض الجريمة فقط حتى النسب المرورية العوادث المرورية والوفيات أيضا هذا العام الحقيقة له مؤشر في انخفاض نسب الوفيات ودليل والدليل على ذلك عفوا الدكتور الوقت داهمنا كل الشكر بكل تأكيد لهذه المداخلة القيمة الدكتور ناصر العريفي الباحث في علم النفس الجناء شكرا لك أيضا انتقالا إلى ثاني الملفات الصحفية حيث أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النقل إلى انخفاض النسبي في عدد الحوادث التي شهدتها طرقات المملكة بالمقارنة مع المعدل الذي تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة السابقة وربطت الوزارة في تقريرها انخفاض نسبة الحوادث باستحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق من خلال تحليل نسبة الحجم إلى السعة وسرعة المركبات على الطرق الأساسية إضافة إلى زيادة عدد وحدات التعداد المروري وربط تقرير الحوادث بالعددات المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام ساهر أستاذ نعم أولى الأسئلة لك في هذا الملف كيف شهد تناول الصحف لا تفضل طبعا بحد ذاته هو منجز نشيد فيه بوزارة النقل من خلال تعاملها في القوائم التي نشرتها سواء من خلال الستة في المية انخفاض المعدل كذلك عند الستة وخمسين مليون رحلة خلال ثلاثة شهر اللي نشرتها كل هذا يضعنا أمام حالتين نعم ما يقدم على هذه الخدمات من هذه الطرق من الخدمات وكذلك ما يقدم كمعدل الحوادث فيها جيد هذا كموضوع نعم وزارة النقل وزارة النقل تفضل أكبر وزارة النقل الآن أمام مطلبين المطلب 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 الأول اللي هو كيف تواجه هذا التضخم وهذا التوسع في انتشار الطرق الرئيسية يعني نربط بين مدن المملكة من خلال خدمات لوجستية تساعد على انخفاض المعدل سواء في الحوادث أو في الخدمات المقدمة فيها جيد دكتور يعني هذا كما ذكر أستاذ نعم هذا بشكل عام موضوعيا حول الموضوع خلنا نتكلم فنيا يعني أنا عندي الآن هذه تغطية الرياض مثل من شايف دكتور نعم خليني أسألك كمتخصص في الإعلام هل تعتقد مثل هذه المواد اللي تكون فيها حوادث مرورية وما إلى ذلك بكل تأكيد الجمهور المستعدف لها فئة الشباب من ضمن الجمهير وأيضا المراهقين خصوصا ومن سيقود السيارات لأنه هناك جانب توعوي ولكن دكتور بمثل هذا الشكل كخبر وأيضا الحشو الموجود فيه هل تعتقد مادة مرغبة للشاب أنه والله يقرأها تفضل هو على كل حال أولا أنا سعيد بهذا الإنجاز الآخر في عملية التقليل للحوادث المرورية ولا شك أنه هذا الإنجاز لم يأتي إلى وفق جهود مكثفة من الجهات المعنية وبالإضافة إلى أيضا تنامي وعي المجتمع تجاه الحوادث أو تجاه الالتزام بالسلامة المرورية أما بالنسبة للتناول للصحف قد يكون هناك اجتهادات من المحرر على كل حال تعرف المحررين يجتهدون أحيانا في طريقة الطرح وفي طريقة العرض والهدف من هذا كله هو محاولة لتوعية الشباب لعل وعسى أن تكون بعض الصور المؤثرة أنها تكون عظة وعبرة للشباب لكي يتجنب السرعة الجنونية أو يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث فتناول الصحف للحوادث طبعا دائما تختلف من صحيفة إلى أخرى ولكن لا بد أن يصاحب التغطية لا بد أن يصاحبها صور نعم يعني أما التغطية بدون صور أو الحملات التوعوية الإعلامية صحفية أو غيرها لا بد أن يصاحبها الصور لأن الصور تؤثر في المتلقي والصور قد تساهم في إقناع المتلقي بضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية لكي لا يحدث له ما حدث صور موجودة ولكن دكتور الجوانب التحريرية يعني في كم معلومات كان يمكن الاستغناء عنه بكل تأثير هذا يعتبر خلل في الصياغة خلل تحريري وكان يفترض أنه يعني تستشهد بالأرقام تستشهد بالإحصائيات نعم تستشهد وبعدين تذكر أيضا تحلل لماذا هذه الزيادة سواء زيادة في الحوادث أو تذكر الأسباب وتذكر اللي هو إجراءات اللي تقلل من الحوادث هو لابد أنه أي تقرير أو تحقيق صحفي لابد أن يشتمل على الإشكالية ومن ثم معالجة الإشكالية يكون هناك تكامل يكون تكامل كامل هذا بنسأل فيه في الملف القادم بكل تكيد لنفيه عنوين متيرة حول هذا الملف وإلى ثالث ملفتنا الصحفية مع ملف الإسكان حيث افتتح معالي وزير الإسكان معرض ريستاتكس الرياض العقاري بمشاركة عدة جهات حكومية إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشجيد ونوه الوزير إلى أن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة مؤكدا أن أسعار الوحدات السكانية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال من جديد أعود إليك أستاذ ناعم يعني هذا المال في كثير من الصحف استخدمت 250 ألف ريال كعنوان رئيسي ونعرف طبعا الأدوات الصحفية والأسئلة المفترض تواجدها إلا أن سؤال متى لم يكن متواجد إنما كان تطلعات للوزير حول المستقبل كيف ترى استخدام هذا الرقم وهل كان بالمفترض أن تكون هناك إجابة حول طبعا وتفصيل عندنا بشكل أوسع تفضل طبعا أستاذ عبدالله لا بد نعترف أن الأسكان وأزمة الأسكان أزمة أزمة قديمة منذ عدد من الوزراء السابقين وليس من الفترة الحالية المادة كانت بمشكل عام يعني ما كان فيها موضوعية أو إجابة واضحة ما زلنا ما زلنا ندور في دائرة الوعود اتفاقيات واتفاقيات موقعة لكن ليس هناك لغة أرقام معلنة سواء من خلال المطورين نفسهم أو من خلال الشركات كنت تتمنى موزارة الإسكان أن تكون واضحة بإعلان آلية كاملة لحل هذه الأزمة من خلال عودهم بتوقيع اتفاقيات جيد أستاذ نعم ربما أنك تعاني من صدى يعني يعود إليك إن شاء الله الشباب يحلون هذه الأشكالية معك خليني أسألك دكتور أيضا كما ذكر أستاذ نعم أنها مجرد تطلعات ما حدث مثل هذه الأخبار الروتينية ولكن الخبر طبعا المعلومة الأهم سألت في الجانب ولم يجب أستاذ نعم عنه وإنما ذهب إلى تطلعات 250 ألف ريال 250 ألف طبعا هذا عنوان جاذب بما معناه يقول وزير الإسكان بإمكان المواطن أن يقتني سكنا أو يمتلك سكنا بقيمة 250 ألف طبعا هم من 250 ألف إلى 750 ألف حسب الوحدة مساحتها وحسب أنا أعتقد 250 ألف هذه شقة وليست وليست فلذلك كما ذكر الضيط الكريم الأخ ناعم أن الإسكان هاجس المواطن وهي مشكلة جوهرية ومطلب من مطالب المواطنين وحق مشروع للمواطن أن يمتلك سكنا فلذلك أي قضية للإسكان تجد أنها تأخذ حيز وتأخذ اهتمام الصحف أي قضية للإسكان أي مشروع في الإسكان تأخذ حيز وتأخذ اهتمام الصحف فتبدأ يبدأ تلاعب بالعنوين تبدأ كل صحيفة تلاعب بالعنوان اللي ترى مثيل طبعا ربع مليون ريال قيد شراء مسكن أعتقد أن هذا محفز ومقدور عليه أنه بالفعل بالإمكان 250 ألف أعتقد كثير من المواطنين يستطيعون بالفعل أن يشتروا سكنا بهذا المبلغ 250 ألف لم يكن هناك تفاصيل لهذه الوحدات السكنية مثلا مواصفات هذه الوحدات السكنية متى تكون جاهزة وما هي إجراءة الحصول عليها نحن نقول نريد معلومات كافية معلومات وافية معلومات شافية أما الوعود مثلا أو الأماني أو توقيع عقود للمستقبل صحيح أنها تشجع لكن نريد شيء ملموس لكي يلمسها المواطن ونريد حل هذه المشكلة التي ما زالت مقلقة بالنسبة للمجتمع ما زالت مشكلة تأدرق الكثيرين ممن لا يمتلكون سكنا نعم فنجد أنه وزير الإسكان يعني يشتهد كثيرا حقيقة يعني وأشوف أنه يتفانى ويسعى كثيرا لحل هذه المشكلة وإن كنت أرى أنه مشكلة الإسكان مشكلة ليست أمرا هينا ممكن أن تحل في فترة وجيزة جدا والدليل والدليل كم وزير تعاقب على الإسكان ولم تحل هذه المشكلة ولكن ترى دكتور مثلا هذه التصريحات ربما تكون ضغط على الوزارة أيضا يعني والصحف يحق لها بكل تأكيد أن أي رقم دام خرج من المسؤول سيتم إبرازة لتسويق طرعا الخبر هو الوزير طالما صرح الوزير نعم فعليه أن يفي بهذا التصريح بأن يري المواطن نعم أشياء محسوسة أشياء مادية يراها أمامها وأنا متأكد أنه سيكون في وحدات سكانية أكيد إن شاء الله ستتم تسليمها أهم شيء أنه دعم القطاع الخاص في الإسكان مهم جدا وكما أشار ربوزيري الإسكان أنه دعم القطاع الخاص مهم جدا جدا لحل هذه المشكلة بكل تأكيد كانت هذه كل الملفات الصحفية لحلقة اليوم كل شكر دائما لوجودك الدكتور تركي العيار أستاذ العلام في جامعة الملك سعود أيضا نشكر ضيفنا من تبوك نقطع لتصال مع الأستاذ نعم الشهري ونعتذر منه طبعا بسبب الخلل اللي كان فيه الاتصال إن شاء الله أن الأخبار كلها كانت متميزة دكتور في حلقة اليوم شكرا لك والشكر الكبير بكل تأكيد لكم أنتم مشاهدي الأخبارية السعودية نلتقيكم غدا في حلقة جديدة ثمان الله اشتركوا في القناة